أعزائي الطلبة والطلبات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مسلم سامح السيد من قناة Online English for All أهلا بكم في الحلقة الأولى من كورس اللغة الإنجليزية وطبعا القورس ده مقدم لكل طلاب تالت سنوي وكمان طلابنا في أولى وتانية يقدروا يستفيدوا منه أي حد طبعا داخل امتحان إنجليش الكورس هيكون مهم جدا طب ليه تعالوا نفعه أولا القورس ده بيهتم جدا بتنمية مهارات في اللغة زي مثلا انت عارف ان في تالت سنوي موجود قطعتين للفهم وطبعا دول بستاشر سؤال في امتحان تالت سنوي ووله وتانية كذلك موجود عندهم قطع فهم وأي حد داخل ليه امتحان إنجليش هتلاقي عندك reading أو قطع وعليها أسئلة مطلوب منك تجاوبها في الكورس ده هنقدم لك حلول فعلا عملية تقدر من خلالها تحل أي قطع ثاني مهارة عندنا هي الترانسليشن أو الترجمة وطبعا هنضربها كويس جدا تترجم من انجليش لعربي والعربي لانجليش طبعا سواء كان choose اختياري أو written مكتوب بس طبعا معناك سنوي عام دلوقتي بقت بتعتمد على choose إنك تختار بين الترجمة السليمة يعني وهنضربك على ده بشكل كويس جدا تالت مهارة عندنا يا شباب هي how to write and say طبعا إزاي تكتب مقال how to write an email كيف تكتب email and short paragraph الفقرة القصيرة طبعا يعني هقدم لك حلول وبطريقة عملية وسهلة جدا إنك how to write إزاي تكتب أما بالنسبة للgrammar فأنا مش عايزك تقلق خالص أنا هقدم لك تأسيس من الصفر حتى الاحتراف بالنسبة للgrammar كل اللي انت محتاجه عشان تقدر تختار على أسئلة grammar أو القواعد بشكل سليم ومزبوط إن شاء الله هيكون موجود معنا في الكورس اشترك وكمل الفيديو للآخر وإن شاء الله هتستفاد جدا طيب يا مستر باقي كده الكلمات يا طرح الكورس هيقدم لي كلمات طبعا من خلال comprehension أو قطع القراءة هقدم لك مجموعة من الكلمات طبعا الكلمات لوحدها بدون صياق ملهاش أي قيمة ولا أهمية في سنوية عامة لازم الكلمة تكون في صياق في نص عشان تقدر تترجم وعشان تقدر تفهم القطع بتاعتك ويلا بينا بدون تأخير نبدأ الحلقة الأولى في الكورس النهاردة ونشوف إيه محتوياتها تعالوا بينا قبل ما نبدأ الحلقة الأولى أعرفك إيه هي على السريع كده محتويات الكورس وعدد السيشنز أو الحصص طبعا إحنا معانا تين سيشنز أو عشر حلقات أو يعني عشر فيديوهات كل فيديو طبعا هيحتوي على أو هيكون فيه زي ما احنا قولنا قبل كده في عشان نتضرب على قطع القراءة ونستفيد ونزود كلماتنا بعد طبعا أول درس في الجرامر عندنا النهاردة هنميز بين المضارع البسيط المضارع التام المضارع التام هكون معانا أو مهارات زي مثلا الترجمة تعالوا نبدأ أو الفيديو الأول معانا النهاردة وهنبدأوا بالريدينج أو مهارة القراءة وطبعا أول قطعة قراءة معانا النهاردة طبعا بسيطة وسهلة جدا هنبدأ بمستوى سهل ونتدرج واحدة واحدة في الصعوبة بالأولي قطعة بتقولي طبعا يعني من النظرة العامة الأول بنفهم إن القطعة بتتكلم عليها شباب برافو عليك يا اللي بتقولي بتتكلم عن الريدينج أو بتتكلم عن القراءة هو ده اللي أنا عايزة تعمله اقرأ وافهم حتى لو في كلمات صعبة اعرف الفكرة العامة القطعة بتتكلم عن إيه ده أولا ثانيا انت معاك من اللغة لو مستوىك ضعيف هتلاقي معاك عشرين في المية من اللغة الكلمات دي بتستعملها عشان تترجم باقي القطعة طب لو انت قوي هتقرأ القطعة وتركز في كل كلمة وتبدأ على طول في الحل طب يا مستر انت ليه شديت خطة على مجموعة من الكلمات في القطعة دي طبعا عشان نزداد أو يعني ناخد معلومات كتيرة جدا من خلال قطعة القراءة أول حاجة طبعا ده عشان أأسسك أو أديرك مهارات يعني كلمة هي ضمير غير محدد طبعا في معلومات عنها يعني معناها كل شخص الفعل بعدها مفرد يعني اقول لي هنا ما قالش هاف دي حاجة الحاجة التانية لو عايز اجيب ضمير انا مش هجيب ضمير لهي ولا شي لان انا مش عارف هو ولد ولا بنت فهقول ضمير بيكون جمع وزيها زي طبعا طبعا دي بتيجي في الجملة ومعناها شخص ما طيب بتيجي في النفي او السؤال تعال نكمل ونشوف معلومة تاني كلمة اناثر افريون هاز وان هوبي او ناثر له هواية او اخرى كلمة اناثر اخر بيجي بعدها اسم مفرد في اضر بيجي بعدها اسم اسم جمع كله بيجي بعدها اسم جمع اي دو بليف دات ريدينج يعني اؤمن ان القراءة طبعا is the simplest and the most يسفل كلمة اه بليف بليف بمعنى يصدق في بليف ناون اه ايمان بليفر ناون برضو بمعنى مؤمن بيه بليفبل او صفة بمعنى يعني يمكن تصدقه وعكسها انبليفبل لا يمكن تصدقه طبعا زود كلماتك براحتك وتعلم وصدقني هتستفد كتير جدا بعد كده how can we increase the benefits of reading كيف نزود طبعا increase معناها يزداد او يزود عكسها decrease يقل او يقلب how can we increase the benefits طبعا benefits بمعنى فوائد ولو جات benefit from verb بمعنى يستفيد من the benefits of reading and make it easier make بيجي بعدها مفعول بعد كده صفة نخليها اسهل يعني i think that we should start a book club لازم نبدأ نادي للقراءة for secondary and university students لطلبة الجامعة وطلبة السنوية العامة in our town في مدينتنا we could read both كلمة both معناها كلا من وطبعا يعني عايز اقولك ان بيجي بعدها آآ اسم آآ جامع ومقصود بيها مسنى يعني مثلا both of my parents my parents هنا اناقصد بيها mom and dad اللي هم بابايا ومامتي كده اناقصد بيها اتنين بس اما كلمة all طبعا آآ بيجي بعدها جامع والمقصود بيها مجموعة وطبعا في فيديو على التشانيل عندي عن الفروق بين الكلمات دي we could read نقدر نقرأ both Arabic and English اللغة العربية كتب اللغة العربية واللغة الإنجليزية we could have meetings نقدر نعمل اجتماعات every week كل اسبوع or two in the summer في الصيف and once a month طبعا once a month once يعني مرة وفيه twice مرتان twice تمام بالنعنى مرتان three times ثلاث مرات وهكذا we could have meetings every week or two in the summer في الصيف and once a month مرة شهريا during the school year during طبعا معناها اثناء او خلال وبيجي بعدها اسب the school year اثناء العام الدراسي طيب الجزء اللي بعد كده here are the reasons for طبعا هنا اسباب reason for معناها اسباب لي which I think we should have book clubs اسباب لي يكون عندنا نادي للقراء first طبعا first اولا second ثانيا او secondly ثانيا thirdly ثالثا لما باجي اكتب paragraph او email او say وابدأ احط في خطوات لازم استعمل الكلمات دي طبعا بتبديك درجات زيادة if we have a book club لو عندنا نادي للكراءة it will encourage us طبعا هيشجعنا وبعدها مفعول بعد كده طول ايه to read to المصدر it will encourage us to read more and it's known that if people read a lot لو الناس قرأت كثيرا طب ليه مستر مفيش of مفيش a lot of زي ما احنا متعودين عشان a lot of بتيجي ثنص الجملة زي ما احنا عارفين they write better يعني لو الناس يعني if people read a lot لو الناس قرأت كثيرا هيكتبوا بشكل افضل so this will help us هيساعدنا in two ways بطريقتين secondly ثانيا we will develop some responsibility طبعا ده هيزود بعض المسئولية خلي بالك من كلمة responsibility بمعنى مسئولية وبيجي معها بفعل take responsibility ودي كانت في الامتحان السنة القبل اللي فاتت كل كلمة بتاخدها مهمة جدا يعني if we take turns take turns بمعنى نتبادل الأدوار leading the discussion في يعني قدادة المناقشات at meetings في الاجتماعات the leader القائد جاء من كلمة lead اللي هي يقود طبعا في leader اللي هو القائد if we or the leader will have to read the book carefully يعني القائد سيقرأ الكتاب بعناية أو بحرص thirdly discussing books will help us to overcome any طبعا مناقشة الكتب ده هيساعدنا فيها شباب ان احنا نهزم أو نتغلب على any shyness اللي هو shyness جاء من كلمة shy كلمة shy يعني خجول اما shyness اللي هو الخجل وفرق ما بين shy اللي هو يعني خجول بطبعه خجول بطبعه كلمة ashamed اللي هي خجلان من موقف خلي بالك من الكلمات دي الجزء اللي بعد كده بيقولي كل شخص لازم يقول حاجة في المناقشة دي reading good books صبعا ده اخر بارغراف معنا reading good books will be a better way to use our time than playing computer games القراءة طبعا وسيلة جيدة لقضاء الوقت افضل من ال computer games or reading comic books او قراءة الكصص او الكتب الكوميديا don't you agree with me اه يعني الا تتفق معي طبعا ده نهاية الفقرة معنا وخلينا نشوف او ناخد تدريب على الكلام ده طبعا انا عايزة يعني في التدريب او في الحل عايزين نتفق او يعني عايزين نحط مبدأ يا شباب ان انت في الحل ممكن توقف الفيديو وتختبر نفسك الاول شوف انت ماشي صح ولا غلط وبعدك هترجع تشوف اجابتي تبقى مرجع ليك بحيث تقيم نفسك بيقول لي هنا number one the best title for this passage is يعني العنوان المناسب للقطع يا شباب طبعا احنا قلنا في الاول merits of joining book clubs the reading becomes useless see disadvantages of joining book clubs the people are no longer interested in reading فكرت طبعا الاجابة السليمة هي merits of joining book clubs يعني فوائد الانضمام لنادي القراءة تعالى نشوف السؤال الثاني او question number two what psychological effect does membership and book clubs have طبعا ايه هو التأثير النفسي psychological نفسي على الوضوية في نادي القراءة it helps members to get over their their uh it helps members to uh write better it helps to decrease the leadership responsibilities it helps people to be lonely طبعا فكر تمام فكرت الاجابة الصحة هو انا انا عندي تأثيرين انه بيكتب صح سانيا انه ما بيتغلب على الخجل دول موجودين في القطع دول لا ما لهمش علاقة اذا هو عايز تأثير نفسي اكيد التأثير النفسي ده ان انا اتغلب على الخجل يبقى الاجابة السليمة it helps members to get over their Chinese question number three according to the passage تبقى للنص او للقطع what types of books does the writer think less useful ايه هي انواع الكتب اللي الكاتب بيعتقد ان هي اقل اهمية science books adventure books fiction books طبعا الاجابة السليمة هي comic books او الكتب الكوميدي تعال نشوف السؤال اللي بعدها number four after reading the passage the word overcome means كلمة overcome طبعا معناها ايه معناها to surrender to give up to defeat to lose خلي بالك من means معنى آآ synonym المعنى المضاد دي كلمات مهمة جدا طبعا هي معناها هو قال لي هنا في القطع ايه discussing books will help us to overcome from any shyness التغلب على ايه الخجل التغلب على الخجل ده ان انا اهزمه ايه بالزبط برافو عليك اللي هي كلمة وطبعا في فيديو كامل على عن الفرق بين وبين آآ كلمات مهمة جدا انا عايزك ترجح طيب نروح لي السؤال اللي بعد كده number five لو الناس قرأت كثيرا ايه اللي بيحصل لهم they join book clubs they learn to write better they are very shy they can't lead discussion طبعا فكر كويس فكرت تمامي الاجابة السليمة they learn to write better لانه قال لي هنا if people read a lot لو الناس قرأت كثيرا ده بيعمل يا شباب بيشجحهم ان هم يكتبوا ايه تاني they write better ده الاجابة السليمة وموجودة في القطع آآ the writer thinks الكاتب يعتقد that the book clubs encourage reading هي بتشجع على القراءة النوادي readers should read books only the book club distribute books readers should not make a discussion طبعا هسيبك برضو تفكر بالظبط هو عايز يقول لي هنا in the book club encourage or the book clubs encourage reading وبالتالي هي نوادي القراءة بتشجع على القراءة السؤال اللي بعد كده بيقول لي seven space is a good way for spending time طبعا ده سؤال بسيط وسهل افضل طريقة او طريقة جيدة لقضاء الوقت هي reading او القراءة تعال نشوف question number eight بيقول لي the first paragraph الفقرة الاولى deals with تتعامل مع the importance of book clubs اهمية نوادي القراءة the benefits of reading alone يعني فوائد القراءة الوحدة many helpers are better than reading في حاجات كتير او افضل من القراءة the advantages of reading فوائد القراءة طبعا انا عايزك تقرأ كويس وتركز فكرة ال first paragraph انا عايزك تقسمها جدا ده first paragraph الجزء او الفقرة الاولى اه مهم تعرف ان بتاع الباسدج كله يعني بيشمل القطعة من اول كلمة الاخر كلمة لكن لو قالك عايز عنوان للفقرة الاولى يبقى انت بتركز على الفقرة الاولى طبعا الفقرة الاولى بيقولي everyone has one hobby or another كل شخص له هواية او اخرى من كل الهوايات I do believe انا اصدق that reading is the simplest and most tasteful ان القراءة دي مفيدة جدا فاذا هو بتكلم عن فوائد ومزايا الايه القراءة how can we increase the benefits of reading وازاي نزود فوائد القراءة اذا هو بين او ان هو بتكلم عن the advantages of reading او مزايا الايه مزايا القراءة طبعا كده خلصنا معانا الباسدج الاولى او القطع الاولى عايزك بقى تشترك واتبع معايا بكل يوم هتحل القطع على التشانيل بتنزل على القناة بتاعتنا عشان تزود مهاراتك وطبعا متابع كتير مع بعض ان شاء الله تعال نروح للgrammar وزاي ما قلتلك ان احنا النهاردة مركزين على ازاي نختار على مدارع بسيط المدارع المستمر والمدارع تام والمدارع تام اللي هي اشكال المدارع جميعا تعال عشان مضيعش وقتك يعني نبدأ على طول وخلي بالك في النهاية في او اسئلة كمل الفيديو للاخر عشان تستفاد بيه طبعا الاسئلة دي يعني بدونها انت مستفدتش حاجة لكن اهم حاجة ان انا اقدر اختار على الكلام ده بسهولة وبيسره ده الهدف بتاع الحلقة بتاعتنا النهاردة سريعا اول تنسى معانا هو المدارع البسيط تعالوا ناخد جملتين على ونشوف يا ترى ايه ايه شكل ده انا بختار يعني شكله عامل ازاي وبس تخدمه في ايه ده مهم جدا الجملة الاولى يا شباب بتقولي الجملة التانية بتقولي بلاحظ هنا ان معا اي قال لي لكن معا شي قال لي بعد الفاعل بيجي الفاعل وده طبعا الاختلاف في شكل الفاعل فهو ده اللي انا هختاره امت تختار يعني خلاصة الدرس امت تختار فاعل مصدر بدون اس وانت تختار فاعل في اس تعالى نشوف بيقولي هنا لو الجملة بدأ بفاعل اللي هو واحد من اي وي يو ذي او اسم جمع في الحالة دي بتختار مصدر زي يتكلم جو يذهب بلاي يلعب بدون اي اضافات ده اسمه او لو الجملة بدأ ب هي او شي او ات او سينجلر اللي هو اسمه مفرد في الحالة دي طب يا مصدر زمان في التأسيس عشان احنا بنأسس كان بيقولي اس او اس او اس امت اي اس لو الفعل ده اخره اس او اس اتش او سي اتش او اكس او 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 زي مثلا كلمة هنا تمام اخرها او فاضيف اس جوز تمام وهكذا طيب انت اي اس قال لي لو فيه كونسنانت حرف ساكن بلاس وي طب انا عرف منين يا مصدر ان هو كونسنانت تعال فقرك بيه الكلام اللي انت خدته زمان خالص ان احنا عندنا فيه خمس حروف متحركة اللي هي ال اي وال اي وال اي وال او تمام وي ال يو دي اسمها فاولز الحروف المتحركة الباقي كونسنانت او حروف ساكنة زي مثلا فعل زي تمام بص هنا واي وقبلها حرف ساكن ساكن ده يعني مش من الحروف اللي احنا قلنا عليها دي يبقى في الحالة دي بنلغي ال واي ونضيف اي اس تبقى ده طبعا بالنسبة لشكل الفعل طيب يا مصدر احنا امتى بنستخدم بنستخدمه في ايه بالزبط قال لي اولا في ايه هي اللي هي الحقائق زي مثلا ان انا اقول لك ده الشمس تعطينا الضوء والايه الضوء والحرارة طبعا هنا قلت ايه ده ما قلتش لان انا بتكلم على حقيقة شمس تعطينا الضوء والحرارة دي حقيقة لازم استخدم الهابت او العادة زي الجملة اللي قدامي دي اللي هي انا بتكلم انجليزي كل يوم ده كده ايه هابت او عادة برضو باستخدمه عن اتكلم عن اللي هو الموقف الدائم زي مثلا انا اعيش فيه المنصورة ده طبعا موقف دائم مش متغيب طيب تعال نشوف او استخدامات تانية ل او للمدارة البسيطة اول حاجة بيقول لي خلي بالك ان احنا بنستخدم عشان نتكلم عن جدول الموعد زي مثلا انها قول القطار يغادر في السابعة صواحا غدن مستر غدن دي المفروض اقول المفروض هنا لأ هقول لك خلي بالك ده الجدول اللي هي القطارات السينما الافلام اللي هي المدرسة كل ده بيبقى جدول معايد تستخدم فيه برضو من الاستخدامات المهمة اللي هو اللي هي بعد الروابط الزمنية اللي هي بتيجي معها المستقبل بتربط المضارع بالمستقبل زي مثلا بعد الدرس ده بعد ما يخلص الدرس ده ده دلوقتي في المضارع اللي هيحصل مستقبل اكيد سيعطينا بعض الاسئلة انت اخدت اسئلة لا ده لسه ايه هيحصل بعد الدرس ده او بعد الجزء ده اذا هو بيجي مع الروابط الزمنية الدل على المستقبل زي بعد السوناس بمجرد عندما بمجرد قبل حتى طبعا معناها بمجرد كل الروابط دي بعدها مضارع الجملة التانية مستقبل طيب تعالوا نشوف استخدامات تانية واشكال تانية ليه الجملة هنا بتقول لي طبعا لو انا عايز اعمل نيجاتيف ليها هقول اي دونت سبيك انجليش اذا دي في النيجاتيف معناها لا اتكلم اللغة الانجليزية كل يوم طبعا لو انا عايز ان فيه مع الهي والشي والات بستخدم فطبعا بالنسبة للنجاتيف يا شباب انا عندي كلمتين مهمين جدا كلمة don't وكلمة doesn't don't طبعا بتيجي مع I, we, you, they اما والاسم الجمع اما doesn't بتيجي مع الهي والشي والات وخلي بالك بعضهم اللي هو فعل مصدر I don't speak مفيش هنا اس بعد don't او doesn't تعال نشوف فكرة تانية في وشكل تاني اللي هو الاسئلة فاحنا عندنا نعين من الاسئلة يا شباب اللي هي الاسئلة بنعم او لا ودي طبعا بنستعمل فيها do او does do مع does مع الهي والشي والات زي مثلا yes I do او does she speak yes she does or no she doesn't فيه طبعا نوع تاني من الاسئلة اللي هو زي مثلا do you speak everyday طبعا هنا what language ده اداة استفهام بعد كده do او does تمام do عشان do هنا بعد كده فاعل بعد كده فاعل ايه مصدر ازا do does معاه مصدر طبعا ده كلام سهل وبسيط وغالبا ما بيجيش عليها اسئلة كتير في سنوي الحاجات المهمة هتلاقيني واقف عليها وبقولك دي مهمة الحاجات اللي هي لازم تعرفها بس مش مهمة يعني في في امتحانات سنوية عامة هنقولك نقرأها سريعا في جزء هنا مهم جدا اللي هو الكيوورد الكلمات الدل طبعا الكيوورد في present sample زي مثلا always دائما ودي بتجي يعني لما يكون عندي عادة بعملها بنسبة مية في المية زي مثلا i always speak english انا دايما بتكلم انجليش انا بنسبة مية في المية often يعني غالبا usually عادة sometimes احلانا occasionally يعني اللي هو في المناسبات كده hardly rarely seldom دي معناها نادرا ودي بتدي negative meaning او معنى سالب ان انت غالبا مش بتعمل العادة دي never zero percent معناها انها مش بتحصل خالص يعني في كلمات زي everyday بتيجي في اخر الجملة once a day مرة في اليوم twice a day مرتان three times ثلاث مرات طبعا ممكن تبقى once a month مرة كل شهر طبعا الكلمات الدلة دي اول ما بتشوفها بتعرف ان ده present sample ان ده مدارع بسيط وطبعا بتكلم عن habits او عدد طب استخدامها انا بستخدم الكلمات دي ازاي ده مهم جدا اللي تستخدم الكلمات الدلة قبل اي فعل ككلام مهم جدا يا شباب قبل اي فعل وبعد to be طب يعني ايه قبل اي فعل وبعد to be زي في النمتحان بص الجملة دي كده بتقول لك مستر سامح سبيس اس انجلش مستر سامح teach always teaches always always teaches always teach طبعا هنا هتجيلك بالشكل المربج ده انا لازم افهم مستر سامح فاعل مفرد طب المفرد ده عايز فعلي فيه اس او اس او اس يبقى انا لازم الغي اي ولازم الغي دي طب الاجابة ما بين بي وما بين سي طب هو قال لي هنا always teaches اللي هي بتيجي قبل اي فعل او يعني لازم قبل الفعل اللي هي always teaches وبعد am و is و are تعال نشوف الفكرة اللي بعدك بيقول لي طبعا احنا خلصنا تعال نشوف عشان نروح يعني نتدرب ونختار عليهم واتمنى انك تعمل اشتراك في القناة ويتابع معنا الفرق بين وبين الجملة هنا بتقول لي انا بقرأ انجليزي الان اذا انا مبقولش كل يوم انا بقولك الان بس اذا الفرق بين والبريزنت سامبل ده خاص بي حاجات بتحصل كل يوم لكن هو اللحظة اللي احنا فيها بس او الوقت اللي احنا فيه بس زي ان انا اقولك انا بقرأ الان طب بنعمل جملة ازاي يا مستر بنستخدم ام او از او ار بلاس بيرب بلاس اي نجي يعني ام و از و ار والفعل زي دي اي نجي امتى ام مع اي امتى از مع المفرد او اله والشي والات امتى ار مع وي يو دي او الاسم ليه الجمع وخلي بالك فيه شوية كده انت بتضيف اي نجي وانت بتكتب طبعا فعل زي ايت يبقى ايتنك اضيف له اي نجي عادي خلي بالك لو اخر اي انت بتلغيها قبل اضافة اي نجي هنا لو الفعل يعني مقطع واخر ثلاث حروف فيه ساكن متحرك ساكن انت بتزود حرف او بتضعف حرف اه اما خلي بالك فكرة الواي هنا عادي انت بتضيف ال اي نجي مع الواي زي ما عنديش مشكلة مع الواي خلي بالك لو الفعل اخره اه زي فعل زي مثلا او داي لو اي مع ال اي بتلغيهم وتضيف مكانهم واي وبعد كده اي نجي من القواعد برضو المهمة في الكتاب طب لو عايز اعمل يعني انا لا اقرأ اللغة الانجليزية لان لا يعني هتستخدم ام تبقى ام نط is but isn't or تبقى aren't فتقولي انا لا اقرأ اللغة الانجليزية الان طيب ممكن نقول is but isn't or تبقى aren't كلام سهل جد في الاسئلة طبعا في المدارع البسيط كنا بنقول do does في المدارع المستمر بنستخدم بنبدأ بام او is او are في بداية السؤال زي ان انا اقول لك هل تقرأ هتقولي yes i am او no i am not هل هو يقرأ yes he is is or no he isn't يعني كل الموضوع ان انت بتعكس بتبدأ ب is على he و she وتبدأ ب are يعني تعكس الفعل مع الفعل الكلمات الدلة او الكي وردز هقولك now look listen at this moment at present today طبعا دي كل الكلمات الدلة على اللحظة الحالية ده بنسميها present continuous يعني لازم يكون حاجة بتحصل دلوقتي او في اللحظة دي طيب من استخدامات present continuous قلنا ان احنا بنستخدمه عشان نتكلم عن now الوقت اللي احنا فيه او المواقف المتغيرة تمام زي مثلا ان انا اقول لك i'm working i work as a teacher انا شغال كمعلم ده كده permanent دائم لكن لو هو temporary او موقف يعني مؤقت زي مثلا i'm working on building my house this week انا شغال على بناء البيت بتاعي في هذا الاسبوع كده موقف متغير ده مش بحصل كل يوم وبالتالي ده بيبقى present continuous احنا بنستعمله عشان نتكلم على now نتكلم عن المواقف المتغيرة موقف ها متغير ايه تاني يا مصدر قال لي بس تعمل present continuous او المضارع المستمر للتعبير عن الترتيب في المستقبل عشان نتكلم عن فعل مرتب له في المستقبل زي ما اقول لك مثلا every everything كل شيء is arranged كل حاجة مرتب لها i space i am traveling i will travel will travel or i travel طبعا هنا present simple present مضارع مستمر ولا مستقبل طبعا ولا كل حاجة مرتب لها طبعا ما في ترتيب يبقى i am traveling اللي هو الترتيب في المسابل طبعا دي الاستخدامات المهمة في التنس ده وتعالوا نتضرب على الكلام ده ونشوف قادرين نحل عليهم ولا لا السؤال الاول بيقول لي mona space tv and sleeps late on fridays mona number one watch a mona watch tv mona watches tv or mona is watching tv or mona watched tv طبعا هنا انا عايز اقول لك يعني هنا بنتكلم عن عادة and sleeps في هنا and sleeps تمام اذا ده مدارع بسيط on fridays كل ايام الجمعة او كل يوم جمعة طيب انا عايز مدارع بسيط يبقى دي غلط ويسي غلط يبقى مونها المفروض ان انا عندي انا فعل مفرد تبقى الاجابة يا شباب watches هي اللي جابة السليمة طيب السؤال التاني بيقول لي which sentence is in the present sample tense اقرأ الجمل دي كويس وقول لي ايهما في present sample she is studying for her exams he plays basketball every weekend they are eating lunch right now or i am going to the store later طبعا هنا الاجابة السليمة سامعك بالضبط برافو الناس دا لايه تميز اهو بيقول لي he plays basketball every weekend طالما present sample مدارع بسيط يبقى he wish he will it بتاخد s or e s or i e s تعال نشوف السؤال اللي بعد كده واتمنى تكون قادر تميز كويس قوي في الاسئلة على التنسس دي او الازمانة دي بيقول لي choose the correct negative form in the present continuous tense اختار يعني correct negative اللي هو النافي السليم are she watching tv now دا اصلا مش negative ما واش نافي دا or she doesn't watch or doesn't watches tv now c she don't watching tv now d she isn't watching tv now انا عايز ال negative بس بشارط in the present continuous في المدارع المستمر are she watching دا دا برضو غلط she don't watching مفيش حاجة اسمها كده هي she isn't watching tv now دا ال negative النافي في ال present continuous في المدارع المستمر تعال نشوف السؤال اللي بعدي بيقول لي juudi juudi sleeps always never sleeps or sleeps never or never sleeping طبعا هنا دا خاص بي الكي وردس او الكلمات الدالة احنا قولنا بنستعملها قبل اي فعل وبعد verb to be اذا انا عايزها قبل الفعل قبل الفعل قبل الفعل يا اما بي يا اما دي اه اي خطأ و سي خطأ طيب انا عايز present sample لان بتكلم عن عادة هي عمرها ما بيتنام وتأخرها دي عادة وانا قلت لك ان احنا بنستخدم present sample في ال habits بالزبط كده العادات وال facts الحقائق اذا الاجابة السليمة never sleeps اللي هي بي اتمنى تكون فاهم وتكون يعني اقصى استفادة معايا من الفيديو ولو دا حصل ما تنساش اللايك يا شباب اللايك والمشاركة والتفاعل عشان نقدم باقي حلقات الكورس واشترك عشان تبقى اول واحد شوف الحلقة اللي جاية سؤال خامس as soon as may space we will start the game as soon as may arrive or may arriving or may is arriving or may arrives as soon as احنا قلنا هنا بعد الروابط الزمنية لو فيه future المشار يبقى انا محتاج هنا ايه present sample سامعك بالزبط كده اللي هو ايه مدارع بسيط طب ايه المدارع البسيط اكيد مش arrive ولا arriving ولا is arriving الاجابة السليمة arrives هي المدارع البسيط او present sample تعالوا بعد كده نفهم الفرق بين اخر زمنين معنا اللي هما present perfect وال present perfect continuous واللي هما واللي بالمناسبة موجودين في اول unit في منهك ثالثة سنة تعالوا نبدأ بال present perfect او بالمدارع التان زي مثلا تعال اديلك جملة على present perfect واقول لك ايه هو تكوين الزمن ده وازاي بنختاره في الامتحان الجملة بتقولي i have lived in mansoora since 1989 اعيش في المنصورة منذ عام 1989 طبعا طبعا يا شباب عشان نميز كويس بين الازمنة اللي فاتت والزمن ده احنا قولنا present sample او المدارع البسيط هو عادة او حقيقة تمام لكن انا هنا بركزلك على بداية الفعل انا بدأت في المنصورة او بدأت عيش في المنصورة سنة 1989 حتى هذه اللحظة اذا انا مش بتكلم عن habit مش عادة ولا بتكلم عن fact حقيقة ولا بتكلم عن فعل بيحصل دلوقتي بس ولا بتكلم عن فعل انتهى انا بتكلم عن علاقة او يعني فعل بدأ في الماضي وموجود حتى الان اذا هو علاقة بين الماضي دلوقتي الزمن اللي بيربط الماضي past تمام now باللحظة اللي احنا فيها وهو ده اللي بنسميه الفترة ما بين past and now يعني دي العلاقة دي طب بنعبر عنها بايه بنعبر عنها ب have or has والتصريف التالت الفعل اي الافعال طبعا ديها شكلين في افعال منتظمة زي مثلا فعل زي تمام بيبقى تمام والتصريف التالت ده او التصريف التالت وفي افعال زي ايت تبقى ايت والتصريف التالت ايتن تمام يبقى انا عايز have وهاز والتصريف التالت للفعل طيب have بتيجي مع مين يا مستر have بتيجي مع i have we have you have and they have وال plural اللي هو الجامع واختصارها apostrophe ve مع ال pp او التصريف التالت اللي هي والشي والات مع ال singlar الاسم المفرد بتاخد has and pp has والتصريف التالت للفعل واختصارها apostrophe s plus pp طيب الناجاتف او النافي haven't or hasn't plus pp ال questions نبدأ به او هاز يا شباب لو سؤال بهال زي مثلا have you lived in منصورة since 1989 yes i have لو ده بيحصل no i haven't لو مش بيحصل طب مع الهي والشي والات نسأل به هاز وده كلام بسيط وسهل جدا تعال نخش على التفاصيل المهمة ايه هي الكي وردز العلامات على التنس ده يا مستر اول حاجة كلمة just زي ما انت شايف كده في آآ الصورة كلمة just معناها حالا ودي بتأتي في الجملة i have just done my homework انا عملت واجبي حالا اذا برضو بدأت في الماضي تمام وانتهى حالا اذا في علاقة بين الماضي والحاضر ودي بتيجي بين have وهاز والتصريف التالت كلمة already بالفعل برضو بين have وهاز والتصريف التالت او ممكن تيجي في اخر الجملة i have done my homework already خلي بالك دي مهمة جدا في سنوية عامة ان already ممكن تيجي في السؤال بس بشرط يكون معناه تعجب عشان انت عندك تلات كلمات بتيجي في السؤال في عندك في السؤال تمام عندك في السؤال عندك في السؤال طب انا عايز اعرف الفرق بين التلاتة اول حاجة already بتيجي فيه احنا لسه قايلين في التعجب زي كده مسلا have you done your homework يقولك في الامتحان yet ولا already طبعا كلكم حافظين already او حافظين yet تس هو لو قال لي جاب لي اجابة فيها تعجب oh you are so fast انت سريع جدا انت عملت واجبك بجد انت سريع جدا كده انا بعمل ايه تعجب يبقى في الحالة دي عايزين ايه يا شباب عايزين already اللي هي بجد هو انت عملت ده بجد لكن yet معناها حتى الان وهنشوف استخدامها فيه اذا already خلاصت الكلام بتيجي في السؤال بالتعجب تعال نشوف كلمات ده اللي تانية زي مسلا yet لسه قايلين بتيجي في السؤال بس بشرط لو انت مش عارف الاجابة يعني مسلا have you finished your homework yet هل خلصت واجبك حتى الان انا كده مش عارف انت عملت واجبك ولا لأ فبسأل بيت انما انا عارف وبستغرب تبقى بجد already هي دي الفرق دين اللي تانية no i haven't finished my homework yet اذا yet بتيجي اخر السؤال او اخر النفي طيب number three بيقول لي have you ever been to luxor كلمة ever طبعا بتيجي في نص السؤال في نص السؤال عشان تعبر عن ايه عن خبرات يعني ايه خبرات يعني موقف اللي هو هل حصلت قبل كده من قبل يا اما حصل يا اما ما حصلش لو ما حصلش i have never been to luxor before يعني ما حصلش من قبلي بقى ده نفي ايه نفي ابدي وخلي بالك من استخدام كلمة ever مع التفضيل يعني ايه مع التفضيل يا مستر مع اللي هي صياغ التفضيل زي مثلا ان انا اقولك the tallest the most interesting اقولك this is the most the most useful the most useful session the most useful session الحصة الاكثر افادة على الاطلاق على الاطلاق دي تقول لي i've ever i've ever taken مثلا او i've ever had اللي انا اخدتها على الاطلاق يبقى انا هنا ever بتيجي مع the most the tallest اللي هي اي صيغ التفضيل دي بتاخد ever تعال انكمل طبعا ما تنساش اه كلمة recently في كلمات كده زي recently زي lately زي اه up till now حتى الان زي اه so far طبعا كل الكلمات دي so far كل الكلمات ده شباب بتيجي مع present perfect او علامات على present perfect تعال نكمل ونشوف بعد كده عندي اه من العلامات المهمة جدا هي كلمة since وكلمة for الفرق بين الاثنين بيقول لي الجملة بتقول لي i've lived in mansoora انا عايش في منصورة since 1989 منذ عام 1989 طب يعني دي كده منذ الايه منذ دي البداية انا بدأت عيش سنة 1989 تسعة وتمانين يبقى ده معناه ان انا عشت في المنصورة لمدة خمسة وتلاتين سنة فاقول i've lived in mansoora for 35 years اذا خلصت الكلام من فخلي بالك ان since بتيجي منذ البداية لكن for معناها لمدة وبيجي بعدها مدة الايه الفال زي مثلا ان انا اقول لك امثلة كتير since 1989 منذ اسم السنة يعني مثلا since 2000 منذ عام الفين وهكذا for يجي معها عدد السنوات for 35 years since April منذ ابريل لو اسم الشه for two months عدد الاشهر او شهر since sunday منذ يوم الحد تساوي for two days عدد الايام since seven o'clock منذ الساعة السابعة for two hours لمدة ساعة تابع since my childhood منذ الطفولة تساوي for a long time لوقت طويل طبعا هي بداية الفترة الزمنية وعكسها for a long time لوقت طويل وخلاص since last week منذ الأسبوع الماضي بتساوي for the last week لمدة الأسبوع الماضي إذن for مع الاي والان والذا اللي هو الوقت الديفنت او المحدد since بدون a وان وذا مع الوقت اللي هو غير محدد since i was at school يجي بعدها فعل ماضي منذ ان كنت في المدرسة since he traveled منذ ان صافرها يجي بعد since فعل ماضي خلي بالك من ديه بتساوي for a while لفترة او for ages لعصور تعال نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده ونقطة مهمة جدا هي الفرق بين have و has been و have و has gone طبعا ده تعبير مرتبط ب present perfect المضارع التام طبعا have و has been to مكان معناها ذهب لمكان وعاد have و has gone معناها ذهب لمكان وما زال بي مازال بالمكان have و has gone ذهب وعاد have و has been طيب ندي مثال مستر سامح has gone to the bank to draw some money he will be back soon لازم تفهم الجملة التانية عشان تعرف الفرق هو هيرجع قريبا يبقى هو مازال بالمكان يبقى has gone طيب مستر سامح has been to the bank already he is at school now هو دلوقتي في المدرسة يبقى خلاص راحل ايه؟ راحل البانك يبقى ده has been يبقى has been راح لمكان ورجع has gone ما زال بالمكان طيب اتمنى يا شباب تكون فاهم كويس وتعالى نعمل عشان يعني زي ما قلت لك شرح من غير تطبيق مالوش اي لازمه السؤال اول بيقول لي we always space our parents when they are busy we always help helps helping or helping طبعا تسمع ماز بتقول لي بس انت قلت ان always دي علامة على ايه هافتكر بقى عشان تقدر تمايز ايوة سامحك بتقول لي present sample او مدارع بسيط ودي عادة بيقول لي احنا دايما بنساعد بابا وماما لما بيكونوا مشغولين اذا العادات احنا في الحالة دي محتاجين present sample اللي هي we always help مش طبعا we مش بتاخد s فانهالغي الاس وحالغي الاي نجي ما لونش علاقة اذا we always help هي هذه الاجابة السليمة تعالى نشوف السؤال التاني بيقول لي you must try this desert لازم تجرب هذه الحلوة it's paste delicious it is tasted is tasting it tastes it tasting طبعا انا بتكلم عن يعني اولا حالة بوصف حالة ثانيا افعال الحالات والشعور والادراق والحواس كل ده present sample اذا انا محتاج هنا present sample it مدارع بسيط محتاج اللي هي والشي والات فعلي في اس او اي اس او اي اس اذا اذا دي غلط ودي غلط تايستين غلط الاجابة السليمة تايستس تعالى نشوف number three بيقول لي i've been here space january and i have already taken to it طبعا هنا اكيد يعني الاختيارات هتبقى since for لانه جايب لي وقت for january since january in january or ago طبعا هنا قبل اسم الشهر هسامعك بقى اسم شهر ياخد ايه ايه بتاخد since semester وبالتالي الاجابة since number four i space here for six months now طبعا هنا محتاج i was i have been have been will be طبعا for مع now او for مع وقت يعني اكيد ده present perfect دي علامة على present perfect was la a had been la a present perfect ده اللي هو have وهاز والتصريف التالت اذا الاجابة have been رافوة يا شباب اتمنى تكون قادر تميز بين التنس دي تعالى نشوف اه بعد كده معانا تنس تاني او اه فقرة تاني عايزك تميز كويس بين present perfect اللي هو المدارع التام وال present perfect كانت طيني واس ده مهم جدا الفرق ده present perfect هو فعل بدأ في الماضي وموجود او خلص في الحاضر لكن مش مستقبل تمام زي ان انا اقول لك i have already studied english انا دراست انجليزي بالفعل ده معناه ده معناه ان الفعل بدأ من ساعة تمام وانتهى دلوقتي i have already studied انا ذكرت بالفعل ذكرت وبالتالي بدأت ونهيت دلوقتي لكن بص هنا قلت لك ايه i have been teaching english for 13 years now انا بدرس انجليزي بقالي 13 سنة حتى الان هل ده معناه ان الفعل تم او خلص لا طبعا ده معناه ان انا بدأت من من 13 سنة ومكمل حتى الان ومكمل اذا present perfect continuous بيركز على فكرة الاستمرار من اسمه مدارع تام مستمر مستمر ده يعني في استمرار انا لسه مكمل في الفعل وطبعا الفرق في الشكل زي ما انت شايف مدارع تام have وhas والتصريف التالت اما مدارع تام مستمر او present perfect continuous have and has been plus verb plus ing طيب تعال نشوف تفاصيل اكتر عن present perfect continuous احنا قلنا بيتكون من have او has بعد كده been بعد كده verb plus ing طيب في الناجاتف برضو not واحنا خدنا النهاب مع اي وي يو دي هاز مع الهي والشي والات او الاسم المفق في شوية ملاحظات مهمة على التنس ده بتيجي في الامتحانات فركز معايا اول ملاحظة بقولي هو بيركز على مدة الفعل عشان هو اسمه مدارع تام مستمر فانا عايز مدة زمنية عايز استمرار زي ان انا اقول لك i have been studying english all day يبقى اول علامة معانا كلمة all day كلمة all تمام كلمة the whole the whole day برضو من العلامات for مع وقت now برضو ده من الاستمرار ده كلام مهم جيب طيب اللي بيستخدم كسبب لفعل يحدث في المدارع يعني يعني مثلا مرهق دلوقتي انا مرهق دلوقتي انا نبق يعني عمال بشرح بقى ليه ساعة تمام فاكيد تعبان او آآ مرهق بس ان شاء الله هابقى سعيد جدا ومرتاح كده والدنيا تمام لو وصلنا كتير جدا للفيديو وشيرنا الكورس واشتراكنا طبعا كل ده بننساه وبنكمل وبندي طاقة ان احنا نعمل فيديو تاني وتالت ورابع فاتمنى ان ده يحصل ده يعني آآ هكون سعيد جدا بدا طيب احنا قلنا انا مرهق ليه لان انا شغال من فترة فقول او هو شغال يعني طول اليوم او من ساعة دلوقتي ومكمل لسه انا لسه بشرح ورسه مكمل لسه اخلص لكم الدرس ونحل عليه ان شاء الله ونفهمه اذا ان ده السبب للفعل او للتعب اللي انا في دلوقتي في المدارع ده قال لي يعني يستخدم مع الافعال الدل على الاستمرار دي قلناها خلاصا لا في قاعدة مشهورة بتقول ان مفيش استمرار مع الشعور والحالات والادراق يعني يعني جملة بتقول لي انا عارف اصدقائي طول حياتي طول حياتي ده استمرار تمام وقت يعني استمرار او مدة زمنين طب ليه ما اقولش اي هاف بين نوينج ماي فرنز ليه مش مدارعة مستمره؟ عشان هان بقول لك انا اعرفه مانا امالتش حاجة مفيش حركة لازم الاستمرار يكون في حركة اي هاف بين ووركينج انا اعمل اي هاف بين ايتنج انا اقل us having been running انا اجري انما انا اعرف اي هاف نون انا امتلك اي هاف هاد انا اكون اي هاف بين هنا افعال حالات وبالتالي مش بتيجي في الاستمرار الاستمرار. قال لي لا يأتي مع التعبيرات الدلة على عدد المرات او كمية. ما احنا قلنا عدد مرات او كمية ده مش وقت ده تأسيم للوقت. وبتالي I have already done my all my homework. اتقول لي يا مستر ما انت قلت ان all دي لازم تبقى مع have وهاز been والاينجي. ده الكلام ده لما يكون بعدها ايه? time او وقت. يعني all day طول اليوم غير all the homework. كل الواجب. حتى اوصل معنا. all day طول اليوم. ده وقت. all the homework. كل الواجب تاكمية. وبالتالي الكمية او المرات. مدرعة تامة. اتمنى تكون فهمة الفرق كويس بين الزمنين دول. وتعالى بقى يعني نعمل practice او يعني اهم فقرة في الفيديو بتاعنا اللي هي الممارسة او الحال. عايزك تصحصح تركز. كان معنا اربع ازمنة تاني بسرعة. present simple مدرعة بسيط. present perfect مدرعة تام. present continuous مدرعة مستمر. present perfect continuous تام مستمر. تعالى نشوف السؤال الاول. وزي ما قلت لك قبل كده ممكن توقف الفيديو. تختبر نفسك وتقيم نفسك وترجع تاني تكمل معك. after the children space they will go to bed. اه انا سمعك. after رابط زمني. ها? في مستقبل. يا ده نشوف بقى انت يعني هتقولي يا باي. after the children ate had eaten will eat eat. سمع الناس بتقولي. مستر انت قلت فيه روابط زمانية المضادة بيفكرني بكده لو عقلك ما افتقرش ده. لأ في مشكلة لازم نشتغل على التركيز. after as soon as طبعا ندير روابط الزمانية اللي بيجي بعدها present مدرعة بسيطة الجملة التانية future او مستقبل. طبعا هي اي مدرعة صح بس خلينا نقول ان ما فيش عندي غير مدرعة بسيطة اللي هو eat. will eat غلط? had eaten the past او ماضي? تمام? ايت ماضي يبقى الاجابة السليمة eat. اتمنى تكون اخترتها وتكون ماشي معايا بشكل كويس. تعال نشوف مثال تاني. number two. astronaut space there is no life on the moon. astronaut believe believers have believed belief. طبعا سيبك تفكر. تمام فكرت. طبعا هنا انا عندي believe and have believed. بس دي التنسز او الازمنة. اه believers ده اسم. اه belief اسم مش موضوعنا خالص. اه astronaut رواد الفضاء يعتقدون انه لا يوجد حياة على القمر. دي fact او حقيقة. والفاكت ده present sample. وال present sample للاجابة السليمة believe. برافو شباب. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي since I joined them. since بعدها ماضي بسيط. I space nothing but trouble. I have had, have had, have been, have been. طبعا اه اسيبك تفكر. بالزبط فكرت الاجابة السليمة. يعني انا محتاج since. دي علامة على present perfect. present perfect. يبقى انا مش محتاج آآ هاد هاد. طيب يا ترى المعنى بقى هنا يفي عندك have had. had been. طبعا هاد been برضو. مش معانا. آآ ولا have been. منذ ان الاتحاقت بهم آآ انا مخدتش حاجة. بس مشاكل. لم احصل على احصل على دي اللي هي. هادوة بالتالي اللي جابة السليمة. I have had nothing but trouble. طيب. تعال نشوف number four. بيقول لي I space all the morning. and I have not finished yet. طبعا يعني اتمنى تكون لقط الفكرة. I study all the morning. studied all the morning. have studied all the morning. or have been studying all the morning. فكرت. تمام. all the morning. ده وقت. وبالتالي انا محتاج ايه? have been studying all the morning. طبعا يعني اتمنى تكون استفدت من الحلقة. وما تنساش تشترك عشان الحلقة اللي جاية ان شاء الله عندنا تانية عندنا ان شاء الله هنشتغل على لو انت من الابطال اللي لسه مكملين معايا لغاية اللحزة دي اتمنى تشترك معايا في القناة عشان الحصة اللي جاية او الفيديو اللي جاي ده هيكون في باسج جديدة هيكون في هيبقى عندنا الفرق بين اللي هي الباست سمبل باست كامتينوس باست بيرفكت ان باست بيرفكت كامتينوس والبراكتس براكتس براكتس الممارسة مهمة جدا ياه. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اتمنى يكون الفيديو عجبكو لو ده حصل ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وكمنت وشير تشاير الفيديو على المواقع ده طبعا يعني بيساعدنا ان احنا نعرف انتو محتاجين ايه ويساعدنا ان احنا نطور من مهاراتكو ونقدم حلقات كمان اكثر من اه الكورس ان شاء الله اشوفكم على خير للحلقة اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة